لما بانى الأهل تجربة الحقبة الجديدة في التسعينات انطلق الفريق عشان يكسب الدوري سبع مرات متتالية سبع مرات متتالية للدوري تنتهي عند استفادة الكابتن محمود الجهري في 98 بعدد جيد من أبناء النادي الأهلي يسافر بهم بوركي نفاسه فيحدثوا المفاجأة الكبيرة وتفوز مصر بكاس الأمم في 98 نفكر حضراتكو أهداف فوز مصر ببطولة الأمم الأفريقية في 98 التي شاهدت تقلق منقطع نزيد كابتن حسام حسن وبزوغ نجم بندجة مكارسي اللي كانت عايزة جيبه الآن الصفقة الضائعة نشوف